اشتركوا في القناة على صورة الامير عبدالله الفصل في مقر النادي الاهلي بالجزيرة في تمام الساعة الثامنة مساء يعني بعد ساعة من الان طبعا المباراة مهمة جدا لكل الفرقين النادي الاهلي بيسعى لتأكيد صدرته للدور التمهيدي خاصة ان المباريات اللي دخلها النادي الاهلي كانت مباريات تمهيدية وبعد كده او مباراة تدريجية وبعد كده جه الاصطدام طبعا بنادي الزمالك حمل اللقب السنة اللي فاتت وبعد ذلك استطاع النادي الاهلي انه يفرد كلمته النهاردة النادي الاهلي بلعب على صلطه وسط جمهوره ان شاء الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي خلينا اقول لحضراتكم انه كل الادوار دي او كل المباراة اللي في البداية دي عبارة عن مباراة تمهيدية الاساس منها او الهدف منها هي ترتيبه فقط الجد لسه ما ابتداش يمكن الفترة الاولية بتبقى ادوار ترتبية وبصعد فرق للمرحلة اللي بعد كده ونخش نهاية بالادوار الاقصائية هي دي مرحلة الجد الادوار الاقصائية هي مرحلة الجد الاول بلعب الثامن زي كرة السلة بالزبط والثاني بلعب السابع والرابع بلعب السادس والرابع بلعب الخامس وهكذا حتى يطلع بعد كده اربع فرق واربع يتم اقصاءه وبعد كده سيمي فاينال وبعد كده فاينال نفس الترتيب ونفس الشكل انما الجد لسه مجاش ولكن مهمة جدا المباراة دي اه مهمة جدا عشان عامل نفسي وتسيطر ويبان سيطرت الفريق الفنية على بطولة طبعا الدولي خلينا اقول ان الاجانب في النادي الاهلي ظهروا في مباراة الزمالك خاصة بشكل جاي دي ممكن كان فيه تخوف من جماهير النادي الاهلي ومتابعة دقيقة للفريق انه اللعيبة يمكن يعني مش على قد طموح جماهير النادي الاهلي ولكن اللعيبة سواء لويجي المحترف الايطالي الضارب اللي انضم في بداية هذا الموسم او كمان ينضر اللعب الليبرو اللي ظهر بمصر الجد ده طبعا بالاضافة للعبين المصريين الكبار احمد صلاح عبدالله عبدالسلام اساطرنا الكبار وايضا اللعبين الشباب يعني الفريق عامل توليفة كبيرة النهاردة بيقود النادي الاهلي كابتن محمد بصالح ميدو ويقود نادي زمالي كابتن شريف الشمرلي هنا هنشوف كل واحد مخبل التاني ايه فنيا المباراة اللي فتت على فكرة كانت مباراة يعني شافت ندية قوية يمكن منهم شوطين خلصوا 25-23 شوط التاني والتالت وده لو ده اللي فبيدل على الندية والقوة وده غالبا اللي هنشوفه النهاردة لازم نتوقع ان المباراة هتبقى قوية لازم نتوقع ان المباراة هتبقى ماشية ايكول ولكن زمان حضراتكم عارفين النادي الاهلي عندما يجد في يعني منافسة بيبقى النادي الاهلي ادها باذن الله ويمكن تم دعم هذا الفريق ببعض الصفقات في بداية الموسم كان الارضاء طبعا عزب اللي انضم للفريق واللي قد حتى الان بشكل جيد عندنا الملاكس كلها متوفرة فيها لاعب واثين وثلاثة سنتر بلوك اربعة اتنين الليبرو كل الاماكن عندنا لاعب واثين وثلاثة متوفرين الحمد لله ما عندناش اصابات ممكن تعطل للفريق ولكن يا طبق التوفيق النهاردة لان هي مباراة هتكون عصيبة صعبة يعني بكل المقاييس نقطة نقطة لانه طبعا اكيد نادي الزمالك جاي مستعد لهذه البطولة خلينا اقول لحضراتكم يعني سريعا نادي الزمالك ما تلقاش غير هزيمة واحدة من النادي الاهلي نادي الاهلي حتى الان لما يتلقى اي هزيمة في الادوار التمهدية ويمكن لا تذكروا ان النادي الاهلي خسر يمكن شوتين فقط على مدار الفترة اللي فاتت او الادوار التمهدية في مطشين مختلفين ما خسرش اكتر من كده حتى مباراته مع الزمالك خسر شوتين في مبارات سموحة كتاتة واحد وتاتة واحد انما الزمالك كان كتاتة ثلاثة صفر مبارات الاخرى كتاتة ثلاثة صفر اذا النادي الاهلي لم يخسر غير شوتين فقط في كل المبارات في الدور التمهد خليني يعني برضو اتصارد مع حضراتكم بعض الامور الفنية هنبتدي مثلا بالجهاز الفني للنادي الاهلي يمكن محتاجين نعرف اكتر عن الجهاز الفني نعرف مين اعضاء الجهاز كل طبعا فريق بيجي بجهاز فني كامل هبتدي بجهاز الفني للنادي الاهلي كابتن محمد مصالح ميدو المدير الفني طبعا صاحب التاريخ الكبير وصاحب البطولات الكبيرة مع الفريق سواء كان مدير فني او لعب تامر مجدي المدرب العام كابتن محمود جمعة مدرب خالد ابو زينة المدير الاداري الدكتور اهاب فخر الدين طبيب الفريق الدكتور سامح ظلام اخصاء اصابات ملاعب الدكتور حسن عبد المجيد مخطط احمال احمد سعيد محل التقني حساب محمد مدلك احمد رشاد مهمات يمكن انا النهاردة عايز اشير في الجهاز الفني الى المحل التقني لو كابتن احمد سعيد وده عليه دور مهم جدا هو بيدرس كويس او الفرق التانية طبعا الداتا فولي السوفت وير اللي موجود دلوقتي مع الكثير من الفرق في الدوري المصري يعني هو الاساس انه بيحلل الفرق زوايا الضرب المفضلة لكل لاعب نقاط الضعف والقوة في كل فريق محل التقني النهاردة هو عين المدير الفني مدير الفني ما بيدرش ياخد قرار اللي ما بيرجع يسمع الارقام وتحليلها مع طبعا المحل التقني لكل فريق النهاردة الفولي بول ما بقيتش خبرة قدمها علم ودراسات حتى اختيارك للعب المحترفين بيتم اختياره بناء على ارقام ارقام بيجيلك بيجيلك تعرف منها احصيات هذا اللاعب او اللاعب ده بيقدر يتميز بيه او نقاط ضعف وايه اذا الفولي بول اصبح مش بس خبرة ولكن علم فالنهاردة لازم نشير ولازم يعني نحط سبوت كبير جدا على المحللين التقنيين في الفرق كابتر رحمة السعيد النهاردة يعني بيبقى زي ما قلت لحضراتكم مواعين المدير الفني حتى اثناء المباراة اثناء المباراة بيحصل نقاش بيحصل طبعا ده لا يقلل ابدا من باقي الجهاز ولكن انا بتكلم على المعلومة الداتة زي الاحصائي في كرة السلة نفس الكلام لما بيجي عايز ارقام لاعب عايز يرجع للاعب عايز يعرف ايه المشكلة عنده بيرجع للارقام الارقام بيكون مع الاحصائي في كرة السلة النهاردة الرياضة مش بس الفولي بول اصبحت علم كبير لازم نتبعه عشان في الاخر بيكون المحصلة النجاح وعايز اقول حاجة النادي الاهلي ليه سيستموعين النادي الاهلي عندما يجد ان الفرقة يعني محتاجة دعم عندها مشكلة بيتم دعم الفريق ولكن ما بيتمش بشكل او اخر يبقى فيه قرارات يعني مندفعة ضد الفريق ولكن النادي الاهلي هنا بيدعم فرقه لما بيلاقي فريق عنده مشكلة او فريق محتاج دعم فني وده مجلس ادارة دول مجلس ادارة الحقيقة وبالتنصيق مع ادارة نشاط رياضي بيتم دعم الفرق ما بيتخدش قرارات يعني عنيفة في زي اماكن اخرى بيحصل لما فريق بيتعرض لاخسارة كبيرة ما بيحصلش ده في النادي الاهلي النادي الاهلي الحقيقة بيبقى حريص ان فرقة وتاخد كل الدعم عشان في الاخر الهدف هو البطولة والنادي الاهلي هنا في الفرقة فرقة الفوليبول حصل دعم كبير جدا سواء فني او معناوي عشان تقدر ان شاء الله تستعيد لقب بطولة الدوري اللي احنا اكبر فرقة في مصر حصدا للقب هذه البطولة خلينا نروح لقائمة رجال النهاردة اللي هتمثل النادي الاهلي القائمة كاملة وهنجيب لحضراتكم من الملعب من خلال مرسلنا او مرسلنا في الملعب هنجيب لحضراتكم بالتفصيل من اللعبين ولكن هنجيب لحضراتكم القائمة كاملة هنبتدي بانا الشوئي اللعاب رقم واحد عبدالله عبدالسلام صنع الفريق والاستورة الكبيرة رقم اثنين عبدالحليم عبو يعني مركز ثلاثة رقم ثلاثة احمد صلاح ضارب الفريق رقم اربعة عبدالرحمن سعودي سنتر بلوك الايطالي لويجي اللي قد اداء كويس جدا لفترة اللي فاتت رقم ستة محمد رمضان لبرو الفريق رقم سبع عبدالرحمن الحسيني الناشئ الصاعد الواعد اللي خلاص باباش ناشئ هو احد عميلة الفريق دلوقتي رقم تمانية محمد جمال عصران رقم تسعة محمد عادل سلامة رقم عشرة سنتر بلوك يندر رقم حداشر لبرو الفريق حسام يوسف صنع العابه رقم اتناشر احمد قد رقم خمستاشر محمد عبدالمحسن سنتر بلوك ستاشر احمد سعيد ضرب الفريق رقم تمنتاشر زياد اسامة الصاعد الناشئ الصاعد بقوة زياد اسامة تسعة عشر ابراهيم رسلان عشرين احمد عزب اللي انضم فيه بداية الموسم احمد عزب طبعا اللي انضم السنة دي فيه صفقة طيب هم بلغوني دلوقتي اللي بره السكور احمد قد بخارج القائمة النهاردة وانا الشوقي وابراهيم رسلان دول التلاتة اللي بره القائمة خلاص تم بلغونا الاسامي اللي قلتها لحضراتكم هي القائمة كلها واللي خارج التشكيل انس شوقي واحمد قد وابراهيم رسلان نمى باقي الاسامي اللي عرضتها لحضراتكم داخل التشكيل كل توفيق النهاردة لطبعا الفريق ويكون ان شاء الله زي ما حضراتكم شفته خلال المباراة اللي فاتت ومتبعتكم لها كابتن محمد مصالح حميد وكان الهدف منه او الهدف من المباراة اللي فاتت هو تشكيل او التواصل الى تشكيل متناغي والهدف كمان هو تجهيز اكبر عدد من اللاعبين اشان يبقى عندك سكواد كامل تقدر يستوعب اي عدم توفيق للعب او اصابة احد اللاعبين لما بيقع عندك سكواد كامل او فرقة كاملة من 16-17 لعيب هنا بيبقى المهمة سهلة جدا ده كان دور كابتن محمد مصالح حميدو واللي اعلنه معنا اكتر من مرة ان هدفه من كل المباراة اللي فاتت هو تجهيز الفريق بشكل يقدر بيه ما يعانيش من اي مشاكل فنية قبله يقدر يعمل منوفر باللعيبة يقدر يوصل لتشكيلات افضل بين اللاعبين تفاهم وتناغم افضل خاصة ان فيه ثلاث لعيبة من التشكيل الجداد على الفرقة النهاردة بنتكلم على احمد عزب بنتكلم على الاتنين محترفين اول سنة السنة دي فكان لازم كابتن محمد مصالح حميدو الماتشاط اللي فاتت يجرب الكل ويمكن ده هو اللي كان يمكن بعض الاول كنا بلحس ان فيه بعض الاهتزاز ولكن هو ما كانش اهتزاز زي ماتش الباسكت انبارح اللي عمله طبعا مستر اجوستي الشوت الاول والتاني لاعب الاثناشر لعيب وده نادر لما بيحصل فيه كرة السلم ما بتلاعب الاثناشر لعيب في الشوت الاول والتاني كان بنيعن عليه المستوى تهز دم سموحة في الشوت الاول والتاني ولكن في تاته الرابع سبت التشكيل مستر اجوستي وكان النتيجة ان احنا فوزنا وقربنا من 30 نقطة الفرق هذا هو فكر مدربين فلازم نبقى عارفين انه الدول التمهدية بتبقى تلاعب بفكر ومبارات زي مبارات القدمة النهاردة بتتلاعب بفكر تاني خالص طيب خلينا نشوف مشوار النادي الاهلي خلال البطولة وفوزه وارقامه واستعرضها مع حضراتكم الدورة الاولى كان فاز على بنها خلينا اقول لحضراتكم انه كان هو في مجموعة وبنها والترسانة واسكندرية للبترول ومصر البترول وبتروجيت دول كان مجموعة النادي الاهلي الاولى كان الدوري عبارة اربع مجميع النادي الاهلي كان في احد هذه المجميع فاز في الاول على بنها 3 صفر ايابا وذهابا فاز على الترسانة 3 صفر ايابا وذهابا وايضا فاز على اسكندرية للبترول ايابا وذهابا 3 صفر وايضا فاز على مصر البترول ذهابا وإيابا 3 صفر والفوز على فريق بتروجيت ذهابا وإيابا وتأهل طبعا من المجموعة 3 فرق الترسنة وبترو جيت تأهلوا مباشرة والثلاث فرق التانيين بلعبوا على تحديد المراكز الآن في هذه الأثناء أو هذه الأيام تحديد مراكز. رحنا على المجموعة التانية. طبعا ما لعبناش الفرق اللي احنا طالعين معها. ولكن رحنا على مجموعة تانية. لعبنا فرق تانية ما لعبناش نفس الفرق. يعني ما لعبناش الترسنة تاني. ما لعبناش متو جيت تاني. ولكن هم مكملين. لعبنا الفرق من المجموعة الثانية لعبنا الشرية الدخان واستطعنا الفوز عليها 3-0 الفوز على سموحة ذهابا وآيابا 3-1 بنفس النتيجة الفوز على الزمالك ذهابا فقط 3-0 والقياب اليوم يتبقى لنا مباراة الزمالك وكده يكون خلصنا الدور ده زي ما حدركم شايفين لانه هم 3 فرق ب6 مباريات النهاردة المباراة السادسة يبقى دي اخر مباراة لنا في هذه المجموعة ان شاء الله يكون الفوز ويبقى نادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم مخسرش طوال الدور التمهيدي الاول في المجموعة او بعد التأهل غير شوطين فقط من نادي سموحة 3-1 ولكن زي ما بقول لحضراتكم كل مباراة بيبقى لها ظروفها والتخطيط او الناحية الفنية اللي بيقوم بها او اللي بيطلبها كابتن محمد مصالح حميد واكيد اكيد لازم تتطبق في الان نهاية يبقى عندك فرقة كاملة والهدف هو بطول الدوري عام وليس مباراة نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا وتخطيطنا الاهل والزمالك في الدور التمهيدي اياب الدور التمهيدي او عودة الدور التمهيدي التي ستقام على صلاة الامير عبدالله الفصل الساعة الثامنة ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد وطبعا زي ما تعودنا مع قناة النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي يقدر يتابع فرقته اينما كان اللي مش هدر يشوفنا على شاشة قناة النادي الاهلي يقدر يشوفنا على قناتنا على يوتيوب في بث مباشر وايضا على صفحتنا على الفيسبوك في البث المباشر تتابع فرقتك وتشجعها وانت في اي مكان الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم المباراة النهاردة مهمة مباراة هتكون صعبة مسهلة طبعا لكلها الفرقينة تمنى من كل قلوبنا طبعا اكيد فوز النادي الاهلي وان شاء الله النادي الاهلي بإذن الرحمن هو الاقرب الى الفوز بإذن الله وده الاحماء من ارض المباراة لقطات طبعا مش هتشوفوها غير على قناة النادي الاهلي من الا حضراتكم اجواء ما قبل المباراة زي ما حضراتكم شايفين التأمين الكامل للمباراة وكمان سهولة الدخول من النادي الى الصالة والخروج ايضا كل الكلام ده اكيد هنعرف ونعرف اجواء ما قبل المباراة من زملاءنا العزاء مرسلين قناة النادي الاهلي اللي في ارض الملعب حاليا فرقو صلاح وسالح حامد اتفضل فرقو مرحب بك كابتن ايسم كل التحية لك وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتباعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان وبرحب بالزميلة العزيزة صلاح حامد زي ما انت قلت بالفعل كابتن ايسم مباراة صعبة تبقى مباراة الاهلي والزمالك مباراة ديربي اختلفت ترتيب واختلفت الامور ولكن تبقى مباراة ديربي لها حسابات كتير جدا أعتقد مباراة مهمة جدا قناة النادي الأهلي طبعا مستمرة في النقل بدأنا طبعا مع مباراة الأهلي والزمالك في البسكت ثم بالأمس مباراة الأهلي واسموحها من بطولة لبطولة بنطلع دي سالة من بطولة لبطولة قناة الأهلي المتواجدة في كل الأحداث النهاردة مباراة مهمة أعتقد قيمة الأهلي والزمالك هي عنوان هذه المباراة زي ما أنت قلت يا فاروق بصطبعا خليفي بلاقة راحب كابتان هيسم ورحب كل جمهور النادي الآلي ومشاهدي قناة نادي الآلي في كل مكان وزي ما أنت قلت يا فاروق يمكن نادي الآلي مستمر وبيغطي أو بينقل مباراة والنهار ده إن شاء الله كمان نقل لمباراة الأهلي ويلز مالك وآخر مباراة في الدوري الثاني من بطولة الدوري العام للكرة الطائرة رجال ويمكن زي ما أنت قلت برضو يا فاروق مباراة مهمة وبالتطبعا من المهمة أيضا بالنسبة لجمال الي نادي الأهلي النتيجة بتكون مهمة ولكن لو نتكلمنا عن النتيجة ناية مؤثر على الفريق في البطولة الدوري لا هو نادي الأهلي خلاص يعني صعد هو ونادي الزمالك وايضا نادي سموحة وبيترو جد الأدوار القادمة في بطولة الدوري بالفعل زميلة سالة يعني زمالة كابتن هيسم زميلة سالة الخلاص النادي الأهلي طبعا بالمباراة الدور الأول اللي كانت جامعت مابين الفرقين يعني أنت بفوز النادي الآلي بسلسة أشواط ثلاثة لشيء أعتقد خلاص مبرامج تأثر في الترتيب بعد صعود النادي الآلي ونادي الزمالك وفريق سموحة وبدرجت بالإضافة إلى أربع فرق من المجموعة الأخرى اللي بتضم فريق الاتحاد السكندري وطلع الجيش وسبورتنج والطيران طبعاً الأربعة مع الأربعة وتمانية يبقى مرحلة الترتيب التانية كابتن نهيسم طبعاً هتبقى من ثمن فرق الأول طبعاً هيلعب الثامن ودي كلها الأمور اللي هتتم خلال الفترة القادمة مع صعود الأربع فرق من هنا وأربع فرق من مجموعة النادي الآلي أعتقد يا مباراة يا سلام مش تأثر في ترتيب الفرقين بعد حسم هذه الأمور لكن النادي الآلي استعد جيداً لزي المباراة بالفعل يا فاروق خلين طبعاً أنقل لكل مشاهد قناة النادي الآلي وطبعاً لكابتن هيسم السعيد الاسترداد والتحضيرات اللي كانت بنسبة لفريق النادي الآلي لمباراة اليوم ممكن الفريق استعد بشكل طبيعي زي كل مباراة من بعد مباراة تسموحة والاتهد بفوز النادي الآلي بثلاثة شوات ومقابل شوت يوم السبت اللي ماضي الفريق تاني يوم بشكل طبيعي يعني كان بيواصل التدريبات بشكل طبيعي التدريب كان الساعة 6 تاني يوم كان الساعة 8 امبارح وبعد كده الفريق دخل في معسكر مغلق استعداداً لمباراة اليوم طبعاً عشان اللعبة تكون يعني في أجواء المباراة وكمان النهاردة قبل المباراة اليوم كان في محاضرة فيديو ما بين الكابتن ميدوم سلحي ولعيب النادي الآهلي وبعد كده زي ما حدك شايف كابتن هيسم ورايا يعني دخل لعيب النادي الآهلي بعد المحاضرة للفيديو في عمليات الإحماء يعني طبعاً ورايا على ملعب صالة الأمير عبدالله الفصل نفس الاستعدادات دي كانت بالنسبة لي كمان نادي الزمالك فاروق وانه نادي الزمالك طبعاً تحت كابتن شريف الشاميرلي يعني استعدوا لي المباراة دي ايضاً بشكل جيد طبعاً زي ما احنا عالفين هي مباراة دربي بالنسبة لي الفرقتين ولكن في غيابات متواجدة في صفوف فريق نادي الزمالك يمكن نادي الزمالك النهاردة هيلعب المباراة بدون محترفين كمان يعني في غياب رضا هيكل بسبب سبرين أنكر وكمان أحمد فتحي بسبب يعني دور برد شديد ده عنده فهيغيبوا عن مباراة اليوم كمان أحمد قطب في صفوف فريق نادي الأهلي يا فاروق هيغيب عن مباراة اليوم بسبب عملية يعني اللي عملها طبعاً فيه غضروف اللي ركبة وكمان بعد إسبوعين إن شاء الله هينضمن مع الفريق يمكن هو انضمن دلوقتي في التدريبات الجمعية ولكن إن شاء الله الفترة اللي جاية فاروق هيكون متواجد مع الفريق في المباريات يمكن دي كانت الأجواء يعني يا كابتن هيسم الخاصة باستعدادات الفريق لمباراة اليوم يمكن عايزين نادي الأهلي برضو من فاروق الأجواء هنا اللي موجودة في الصلاة وطبعاً برا الصلاة والدخول وخروج طبعاً الحضور هنا يا فاروق يعني خلينا أكد على كنابك يا سالة وطبعاً أوصلك يا كابتن هيسم ووصل لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان خبرات لعبة النادي الأهلي طبعاً بعد الفوز الأخير على فريق سموحة بسلاسة أصوات مقابل شوت خبرات النهاردة عبد الله عبد السلام مع أحمد صلاح برحمن سعودي وحسام يوسف عبد الحليم عبو كل اللعب للنادي الأهلي النهاردة والتركيز المهم أحمد سعيد ودوله وكل اللعبين النهاردة تركيز تام من أجلي طبعاً عارفين قيمة هذه المباراة بالنسبة لجمهور النادي الأهلي الهدف الأسمة هو بالنسبة لعبة النادي الأهلي بالنسبة للمسؤولين في النادي الأهلي هو فرح الجمهور النادي الأهلي دور مهم كبير جدا للإدارة التنفيذية في النادي الآلي لكافة عيسم تزليل كافة الأمور التأمين الموجود لنادي الزمالك خلينا أقولك برضو أن الحضور النهاردة بيقتصر على 25 سواء من النادي الآلي أو من نادي الزمالك بما فيهم أولياء الأمور دور مهم جدا للإدارة التنفيذية في النادي الآلي وعايز أتكلم على الإدارة التنفيذية في النادي الآلي ممثلة في الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الآلي دكتور خالد مرسي مدير مقر النادي الأهلي أيضا بالجزيرة العميد علاء صلاح مدير أمن النادي الأهلي بالجزيرة اللي أين بدور أكثر من رائع مرافق لكافة الأمور الوقف على كل التفاصيل بيحاول يسر كل الأمور انت عارف قيمة هذه المباراة مباراة طبعا جباهرية يا سلا عايز برضو سلا أتكلم على نقطة مهمة جدا كابتن أيسم إن النادي الأهلي يوم الأحد القادم إن شاء الله هيداقي فريق قارون في الدور الستاشر لكأس مصر طبعا كان خلاص تحدث كمان يا كابتن أيسم يعني بعد انتهاء هذه المباراة وقلنا إن الأربع فرق من المجموعة الأولى مع الأربع فرق من المجموعة الثانية هيصعدوا لمرحلة الترتيب يا سلا وتبقى بعد كده مرحلة البلي اوف يا كابتن أيسم زي ما حضرتك عارف لكن فيه بطولة السوبر اللي بتستحدث لأول مرة للسنة يا سلا أربع فرق الأهلي الاتحاد طلاع الجيش والزمالك تقرر إن تكون مباراة المباراة النادي الأهلي يوم 8 بملاقات فريق الاتحاد السكندري يوم 9 فبراير بملاقات فريق طلاع الجيش ثم المباراة الأخيرة هتكون يوم 11 أمام فريق الزمالك الدور نصف النهاية يا سلا هيكون يوم 12 ومباراة الدور النهائي يوم 14 طبعا نتمنى التوفيق للنادي الأهلي بنطلع من بطولة لبطولة تحفيز مهم الرسالة مهمة جدا عارزين نقول ونطمن كل جماهير النادي الأهلي النهاردة نقول لهم يا سلا يمكن زي ما أنت قلت يا فاروق يعني عايزين طبعا نطمن جميع جماهير النادي الأهلي على حالة الفريق يمكن زي ما أنت قلت الفريق يعني يبي يسير بشكل طبيعي الفريق بيستعد كل مباراة بالفعل زي ما زميلي فاروق صلاح قال فريق بيستعد كل مرة بشكل جيد يمكن بياخده كل مباراة على محمل الجد أنه هي مباراة يعني هتكون صعبة لازم نكسب فيها حتى لو المباراة مش هتأثر على نتيجة أو مشوار النادي الأهلي في البطولة يمكن زي ما زملي فاروق قال كمان في العديد من البطولات الفترة اللي جاءة طبعا يا كابتن هيسم في بطولة السوبر كمان كاس مصر العديد من البطولات يمكن ان شاء الله من بعد مباراة يعني زي مالك الفريق تاني يوم يعني هاخد راحة من التدريبات وبعد كده هستعد بشكل طبيعي وبشكل جيد لجميع المباراة الفترة القادمة ومن طبعا من جميع جميعين نادي الأهلي الحمد لله نادي الأهلي يعني الفريق يعني بالكامل صفوف الفريق بالكامل يمكن بس فيه غياب واحد بس هو لناقص هو كابتن أحمد قطب بسبب العملية يمكن زم قلت شوية قلت بسبب العملية في غضروف الرقبة وإن شاء الله هينضم مع الفريق في المباريات يمكن هو في التدريبات الجماعية حاليا هينضم بأنه هو يشارك في المباريات الفترة القادمة إن شاء الله بعد أسبوعين فبنطمن جميع جميع النادي الأهلي إن شاء الله الفريق يعني هيحصل أو هيكون طموحه إن شاء الله يحصل على جميع البطولات الفترة اللي جاي كابتن أيسم دي كان كل الكواليس قبل انطلاق مباراة القمة أو ديربي الأهلي والزمالك من داخل صارة الأمير عبدالله الفيصل إحنا موجودين معاك كابتن أيسم لو فيه أي استفسار أو أي تساوي شكرا جزيلا فاروق الحقيقة بس ابتلناش أي استفسار غطيته كل النقاط اللي محتاجين نعرفها بشكرك شكرا جزيلا فاروق صلاح وسلاح حامد زملاء الأعزاء من صارة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة في نقل أجواء ما قبل المباراة الأهلي والزمالك في الدور التمهيدي في مباراة العودة هل عايزة أوضح بس لحضراتكم زي ما شفتوا يعني الاتحاد حدد 25 فرد من كل فريق يحضروا حتى لو أسر اللعبين داخلين لـ 25 هنا الإدارة التنفيذية في النادي الأهلي نفست هذا الكلام يعني زي ما حضراتكم شايفين بالزبط النادي الأهلي مش هتلاقي حد في الصالة غير مصرح له أو في الكشف المفروض مرفق إلى اتحاد الكرة الطائرة النادي الأهلي بيلتزم التزام كامل باللوايح والقوانين وتنظيم المباراة ودايما يعني الحمد لله في صالة الأمير عبدالله الفصل أبدا أبدا دايما بيكون الأجواء جيدة ويكون المباراة في جوه بدون أي ضغط على المنافس بصرف النظر من الفرقة اللي موجودة أو غير الموجودة لازم نشكر إدارة التنفيذية لازم نشكر طبعا دكتور سعد شلبي والأستاذ خالد مرسي والعميد صراح الدين مدير أمن النادي لازم نشكر كل الإدارة التنفيذية الحقيقة على الظهور بهذا الشكل الصالة شكلها الحقيقة جميل الصالة فيه ترتيب الدنيا متنظمة بشكل جيد لازم نشكرهم ونربط على أديهم وده مش غريب على النادي الأهلي طبعا اتكلمنا أن أحمد قطب مصاب ألف سلامة طبعا إن شاء الله يعمل عمية الغدروف بإذن لحاجة بسيطة ممكن يكون شهر أو حاجة بالكتير ويكون يعني بإذن الرحمن يكون في الملعب طيب إحنا يعني محتاجين برضو نستعرض قائمة نادي الزمالك سواء أجهاز فني أو لعبين بس خليني أستعرضهم مع ضيوف اللي هنضمونا في الستوديو التحليلي بعد الفاصل هنضم ليه كابتن حسام شعراوي نجم نجوم طبعا النادي الأهلي ومدير فني فريق الشباب في النادي الأهلي وأيضا كابتن ناشئة طلعت نجم نجوم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر وأيضا مدير فني فريق الناشئين هنقابلهم دلوقتي بعد الفاصل ونتكلم معهم عن كل شيء ويمكن هنكلم كمان عن قيمة نادي الزمالك جهاز فني ولعبين ولكن بعد الفاصل أهلا بحضركم من جديد ومستمرين معاكم في تغتياتنا المستمرة لمباراة القمة الأهلي والزمالك في الكرة الطائرة في الدور التمهيدي مباراة العودة والتي ستقام بعد نصف ساعة من الآن الساعة الثامنة على صالة الأميرة عبدالله الفصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة بنفكر حضركم اللي مش هدر يتابعنا على شاشتنا على قناة النادي الأهلي يقدر يتابعنا على صفحتنا على الفيسبوك أو على قناتنا على يوتيوب تقدر تتابع فرقيتك وتشجعها أينما كنت وأينما كان المتاح لك سواء تلفزيون أو انترنت أروح لضيوف اللي برحب بيهم اللي منورين في استوديو كابتال ناشئة طلعت نجم نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومدير فن الناشئين بالنادي الأهلي أهلا بيك يا كابتالي منورنا وإن شاء الله النهاردة تبقى مباراك إن شاء الله بإذن الله برحب بالكابتال حسام شعراوي نجم نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر وصاحب التاريخ الكبير مع النادي الأهلي وأيضا مدير فن فريق الشباب في النادي الأهلي أهلا بيك يا كابتالي منورنا يا كابتالي كابتالي يمكن مباراة النهاردة أكيد مباراة كمة أهل زمالك النادي الأهلي بيسعى لاستعادة لقب المفضل سواء الدوري أو الكاس المباراة الأولى انتهت 3-0 شايفوا برات النهاردة زي أكد والله ماتش الأهلي والزمالك دايما خيرت كل التوقعات والحسابات ده بطولة من نخص بطولة منفصلة عن بطولة الدوري بطولة منفصلة عن بطولة الكاس يمكن بيحصل فيها أحداث كبيرة كتيرة جدا اللعيبة يتبقى مركزة زيادة عن اللزوم ده ممكن يأثر بالسلبة أو بالإجابة لحسب حالة اللعيبة على حسب أداءها في الماتش أنا أتمنى طبعا أن نحن مستواني يبقى زي الماتش الأولاني اللعي والزمالك هناك الماتش هنبقى مستريحين فيه جدا هنقدر نلعب في فولي كويس نستمتع به وإن شاء الله هنكسب وهنعمل الماتش كويس إن شاء الله كابت الناشأت رأي حضرتك إيه في المباراة النهاردة خاصة إنه لزمالك في غيابات ولكن الناس كلها بتقول لك أن ده مباراة قمة سواء مين اللي بيلعب أو مين ما بيلعبش بتبقى المباراة فيها فنيات عالية شايف مباراة النهاردة إزاي كنت أنا شايف مباراة النهاردة إن شاء الله تبقى سأل على النادي الأهلي سواء في غيابات في الزمالك أو ما فيش غيابات أنا شايف أن اللعبها مركزها جدا بقالهم فترة زي ما قال كابتن حسين ما تشألو زي مالك ده بطولة لوحده وحسابات لوحدها خالص نعم شايف يا كابتن طيب سؤال تاني يعني يمكن بيدور في زهنة الكثير من جماهير النادي الأهلي هل المباراة دي النهاردة ليها دور تاني يعني في الترتيب هل ليها دور تاني مهم للجهاز الفني عندنا كابت Senhor محمد مصان حميدو يعني أقصوا دούμε المباراة القمة بس لقدر الله أنت كسبت أو خسرت فيها هذه المباراة كسبت أو لقدر الله خسرت فالمباراة يعني ملهاش مسonner Financial يعني تأثير على مشهور الدوري هل ده الكلام ده صحيح؟ هي ملهاش تأثير بس بالنسبة لكابتن ميدو واللعيبة لها تأثير عليهم جدا اللي هم مطش قالوا الزمالك وميحبوش يخسروا نعم زي همم تعودين في النادي الآهلي إحنا ده مطش كمة نعم ما ينفعش نخسره طيب كابتن أستاذ الحضرتك لو استعرضنا مع بعض يعني الجهاز الفني لكابتن حسان طبعا أستعرض معاك قائمة الجهاز الفني نادي الزمالك كما تعودنا في سودي الأبطال الجهاز الفني لكل الفرقين ابتدنا بالنادي الآهلي وهنوصل لنادي الزمالك الجهاز الفني تفضل لكابتن عندنا الجهاز الفني لنادي الزمالك كابتن شريفي الشمرلي مدير فني كابتن أحمد عشور مدرب عام كابتن وليد عبد العالم المدرب كابتن أحمد شعلان مدير إداري كابتن حسن عبد الرزاق إداري دكتور أحمد سعودي طبيب الفريق دكتور عبد الرحمن غيانم أخصائي العلاج الطبيعي مخاطف أحمال دكتور شريف سادات عندنا الأخصائي كابتن هاني سمير حاتم عندي المدلك سعيد أبو العلا مهمات هذا هو الجهاز الفني تاني لنادي الزمالك كابتن شريفي الشمرلي مدير فني أحمد عشور مدرب عام وليد عبد العالم مدرب أحمد شعلان مدير إداري طبعا واضحين على شاشة أمام حضراتكم حسن عبد الرزاق إداري دكتور أحمد سعودي طبيب الفريق دكتور عبد الرحمن غيانم أخصائي العلاج طبيعي شريف سادات بخطة أحمال هاني سمير أحصائي الفريق أنا آسف حاتم عندي المدلك سعيد أبو العلا مهمات أجل كابتن شأة يمكن محتاجين أيضا نستعرض قائمة لعبي فريق نادي الزمالك اتفضل لكابتن شأة نادي الآلي بقى نادي الزمالك أنا آسف نادي الزمالك حسع رد خلاص نادي الآلي نادي الزمالك قائمة قائمة نادي الزمالك اتفضل لكابتن شأة قائمة نادي الزمالك بليميقر أحمد فتحين زياد محمد أشرف اللقاني محمد علي المهدي محمد محمود إبراهيم رشاد شبل أحمد يوسف محمد عبد المنعم سيف الدين محمد مجدي رضا هيكل مصطفى محمد محمد مصطفى كامل شريف أحمد ومحمد رضا نعم هذه هي قائمة نادي الزمالك ونقدر حضراتكم تاني أحمد محمد فتحي اللي أكد مرسليننا من الأرض الملعب فروس صلاح وسلاح حامد أنه هيغيب النهاردة عن اللقاء زياد محمد عبد الفتاح أشرف اللقاني محمد علي المهدي محمد محمود إبراهيم رشاد محمد شبل أحمد يوسف عفيفي محمد عبد المنعم سيف الدين حسن محمد مجدي محمود رضا هيكل اللي بيغيب أيضا عن هذا اللقاء نتيجة التواقب الكاحل من المباراة الأولى مصطفى نتمنى له طبعا السلامة والشفاء محمد عبد مصطفى محمد إبراهيم محمد مصطفى كامل شريف أحمد سعيد محمد رضا عبد المجيد هذه هي قائمة نادي الزمالك وزي ما حددكم شايفين لقطات حية من أرض الملعب في الإحماء وخلاص طالما بدأ الإحماء بالكرة خلاص أتصور أن هي دقائق قليلة وهتنطلق المباراة وزي ما حددكم شايفين الصالة طبعا غياب الجمهور نتيجة قرار اتحاد كرة الطائرة بحضور 25 فرد فقط من كل الفريقين طبعا شملين طبعا لو كان فيه أسر اللعبين أو وتفر من ممكن يحضر ولكن 25 فرد فقط من كل نادي واتبعد بيهم طبعا لستر اتحاد كرة الطائرة ودول فقط المسموح بيهم اللابسين طبعا زي الفسفور في الملعب دول أفراد أمن النادي اللي بتواجدوا لتأمين الدخول والخروج زي ما حددكم شايفين بكل سلاسة ويسر اللي ما رحش صالة الأمين عبدالله الفصل الباب اللي حضرتكم شايفينه في الوش ده هو باب دخول اللعبين من غرف الملابس لو خرقت من الباب ده مباشرة علي دك اليمين هتلاقي دائما أبدا قوض أو غرف الملابس للنادي الأهلي دائما بيكون على يمين وانت خارج من الصالة على يمين والشمال بيبقى الغرف الملابس للفرق يعني الضيوف للملعب وبعد كده بيبقى فيه باب خارجي للصالة تخرج برا الصالة خالص فطبعا الدنيا هناك متأمنة بشكل جاي جدا للدخول والخروج زي ما حضرتكم شايفين لعيب نادي الزمالك ولعيبة النادي الأهلي يعني تركيز في المباراة فقط مفيش أي أمور تقدر تشتتهم على الخروج على المباراة يمكن كمان لو حضرتكم شفتوا فوق هذه البوابة بوابة الخول والخروج من الصالة في أي شكرا فوق هتلاقوا شعار نادي الأهلي تحت الشعار بقصورة المعلقين دي المقصورة المخصصة لجلوس المعلقين لنقل المباراة الحبيب بس أوصف لحضرتكم الصالة أوصف لحضرتكم أمور يمكن بتتزاعة حضرتكم ما تبقوش يعني عارفينها كويس خاصة اللي ما راحش للصالة الفتحات اللي في المدرجات دي فتحات دخول الجماهير وطبعا كل الببان كل فتحة من دي أصدها باب دخول الجماهير منها ولكن طبعا زي ما حضرتكم عارفين الببان دي مغلقة يمكن كنا بننقل حضرتكم مباراة على هذا الملعب مباراة الأهلي وسموحة في كرة السلة وقبلها بيوم كنا بننقل مباراة كرة السلة سيدات الأهلي والزمالك اللي كانت بتتلعب على صالة الشهداء عايز أقول لكم أن صالة الشهداء بتقع على يمين هذه الصالة يعني وانت خارج من هذا الباب تخش شمال على يمين الصالة بس انت بتخرج من هذا الباب تخش شمال عشر خمستاشر خطوة بتكون داخل صالة الشهداء الصالة الصغيرة التي سميت باسم شهداء النادي الأهلي طبعا تخليدا لذكرهاهم أروح لديوفي تاني كباتن يمكن النهاردة نحل فلنها نتكلم فيها أكتر هل عاد موجود محترفين كابتن حسام مع نادي الزمالك هل ده شايفوا إزاي هل ده نقطة قوة ونقطة ضعف خاصة نادي الزمالك من غير الأجانب ظهر بمظهر جيد هناك في مباراته مع الأهلي هناك في صالة عبد الرحمن الفوس والله أنا عايز أرجع شوية لبطولة السنة اللي فاتت الدورة السنة اللي فاتت وبطولة الكاس فرية الزمالك لما المحترفين بتوعها حضروا فعلا الدورة كان لديه شكل كويس جدا مرشاط الآله والزمالك كانت فعلا بقالنا كتير جدا ما شفتاش المرشاط دي كنت أتمنى أن النادي الزمالك فعلا المحترفين بتوع يكونوا موجودين من بداية الدورة لغاية النهاية ما يبقاش مكتصر بس على الأدوار النهائية لأنا كنت عايز أتفرج على مطش أهلي وزمالك نحن السنة اللي هنالعب حوالي أربع مطشاط أو خمس مطشاط أهلي وزمالك لازم كلهم يكونوا فيهم ندية كبيرة جدا ما يبقاش المطش وان سايد جيم أنا عجبني طريق كلامك كابتا يعني أنت كلامك حلو يعني أنت يعني معلش يعني فعلا يعني أنت ابني نادي الأهل صراحة أنا بتكلم بأمانة أنت بتكلم بلغة النادي الأهل أنا أهلا بالمحترفين وأهلا يبقوا موجودين بالعكس إحنا عايزين الفرق اللي بتلعبنا تبقى بكامل قواتها عشان النادي الأهل قادر أنه يقدر يفرد سيطرة الفانية في أي وقت آه بالزبط يعني أنا عايز لما أكسب النادي الزمالك يكون بالمحترفين بتوع علشان ما حد شي يجيب له أنت بتكسب الزمالك من غير المحترفين ده النادي الأهل أنا عايز أكسب الزمالك وهو في كامل قوته وكل اللعبة بتاعته موجودة ما فيش حد مصاب زي يا رضا هيكل مثلا النهاردة مصاب واحمد فتحي أكيد برضو مصاب لما هيجي يتقال النادي الأهل كسب لا إحنا ما بنلعب من غير رضا هيكل بنلعب من غير أحمد فتحي نعم أنا ما بحبش النغمة دي تتقال على النادي الأهل أنا عايز النادي الأهل يكسب الفرقة وهي في أفضل حالاتي بس إحنا كسبنا هناك وكان أحمد فتحي موجود ورده هيكل يعني أصدأ أقول لك إن ده حصل بالفعل وكلام موزون يا كابتن حسيني يمكن أنت كنت لعب كبير ولعيب صاحب تاريخي عريض مع النادي الأهل وكان ممكن يبقى التاريخ أكبر من كده لو لا الإصابة اللي بعدتك آه ركبتك على النادي الأهل ولكن تاريخك اللي أنت عملته على النادي الأهل كبير ما هوش أبدا سواء مع النادي الأهل أو منتخب مصر فأنت يعني روح النادي الأهل دي موجودة عندك مانتاش ألأة طبعا لا أنا مش ألأة خالص من المطش أنا زي ما بقول لها حدرتك كده أنا محتاج أن أنا أكسب مكسب حلو بكل المحترفين بتوع الزمالك بكونوا موجودين يمكن الأدوار اللي جاية للمحترفين بتاع الزمالك هتكون حضرت إنما دلوقتي أنا برضو المطش ده أهميته إن أنا لازم أتعود إن أنا أكسب الزمالك كتير طول ما أنا بتعود وكعبي علي عليهم لأن هفضل هوصل للمراحلة النهائية لأن هعرف أكسب الزمالك حتى محترفينهم موجودين والإصابات بتاعتي كلها يعني ما فيش إصابات فده بالنسبة لي خطوة خطوة لقدام إن أنا أعرف أحسن في الأدوار النهائية نعم كابت الناشئة أجل حضرتك يمكن وجود لويجي ويوندر المحترفة في النادي الأهلي يمكن خلاص خادوا على الفرقة كان يمكن لويجي أول ما جاء جاء له سبين أنكل وقعد حوالي شهر ما بيلعبش يوندر جاء على طول الشارك في المباريات كان أول ما جاء بطاقته الدولية شايف المحترفين النهاردة إضافة للنادي الأهلي هل دخلوا جوه السيستيم هل دخلوا في الهارموني مع اللعيبة والجهاز الفني هو طبعا أكيد إضافة طبعا وهم تعودوا على بعض والفرقة تعودت عليهم وهم دخلوا في الأجواء معهم شوف حتى في الماتشاط بيطلع ديفينسيا بيخلص كورة الروح حلوة دي الروح النادي الأهلي يعني أنت راضي يا كابتن كراجل طبعا من نجوم النادي الأهلي راضي عن أداء الأجانب حتى الأهلي دغاية دلوقت هم مشين كويس جدا طب يا كابتن نكلمني هل يعني النهاردة الاسكواد اللي عامله كابتن محمد بصالح ميدو بدأ يجاهز في أكتر من مركز يعني خلينا نجيب قيمة النادي الأهلي كده كابتن ونتكلم عن وفرة الحمد لله اللعيبة ووفرة أكتر من مركز بيكون فيه أكتر باللعب خلينا كده يعني ندرس أكتر فرقتنا وقيمتها ونشوف التوفر العددي في كل مركز تفضل يا كابتن وفيه أنس شوقي ده بليميقر طبعا تالت بعد عبدالله وحسام يعني هنا بنتكلم في مركز صنع الألعاب الكابتن زي ما حضركم شايفين أنس شوقي صنع الألعاب التالت اللي مع عبدالله عبدالسلام وحسام يوسف يبقى عندنا تالت صنع ألعاب في هذا المركز تفضل يا كابتن في عبدالله عبدالسلام فيه عيبو رجع برضو لسه رجع من الإصابة عيبو بيلعب في السنتر بلوك عندنا كما لعب في السنتر بلوك يا كابتن في عيبو فيه صعودي نعم فيه عادل تمام ارح عبو في سعودي دول في كمان محسن محسن صحيح في محسن الأربع العيبة دول يعني حاجة صد منتخب بصر تقريبا فبالنسبة لنا من حاجة صد عندنا مركز سنتر بلوك عندنا حاجة جميلة جدا الأربع جاهزين ومعند لاش الحمد لله عيبه كان مصاب من فترة رجع الحمد لله يارب دايما نخش على مركز أربع عندنا طبعا أحمد سعيد في الحسيني تمام الحسيني تمام وفيه عصران عصران تمام هذه تلاتة يعني تلاتة وفيه المحترف المحترف لويجي كده أربعا كابتن حسيني مصبوط وفيه أحمد عزب الورد الجديد أربعا ماشا الله ماشي كويس جدا ماشي كويس جدا إضافة ومركز بصراحة إحنا كده عندنا في مركز أربعا كابتن من الخمس لعيب عندنا خمس لعيب أول خمس لعيب أول ما شاء الله فيه وفرة طبعا كدير مركز أربعا برضو من المراكز اللي عندنا القوية جدا المؤسرة يمكن دايما المركز النادي الأهلي بيطلع فيه لعيبة كويسة جدا إحنا طبعا ما ننساش كابتن حمد مسلحة كابتن حمد الصف مركز أربعا يعني إحنا عندنا تاريخ كبير أو في مركز أربعا دايما منطلع أجيال كويس جدا نعم طيب يعني طيب مين تاني عندنا في المراكز كابتن ممكن يكون برضو وفرة احنا اتكلمنا عن مركز أربعا اتكلمنا عن مركز صانع العاب اتكلمنا عن سنتر بلوك مين تاني يا كابتن حمد احنا عندنا طبعا مركز اتنين العلامي أحمد صلاح طبعا ما فيش خلاف عليه طبعا العلامي أحمد صلاح وفي عندنا قضب برضو يعني بدأ يخش في التدريبات قريب إنه هو بدأ يرجع من الإصابة وعندنا طبعا اللي طالع زي الصالوخ إن شاء الله كده ربنا يحميه زياد زياد حمد اتمنى ان احنا نشوف أحمد صلاح جديد يمكن زياد هيكون من اللعيبة اللي لها دور ممكن يكون لها دور النهاردة نعم كبير في المطش نعم والمطشات طبعا اللي قبل كده اللي في بطولة الدوري زياد كان بنزل فيها باستمرار وبيقادي كويس جدا الحمد لله يمكن كل المركز عندنا الحمد لله فيها عدد كبير من اللعيبة فإحنا بالنسبة لنا المطش احنا دخلين بكامل طاقتنا الحمد لله بكل القوة بتاعتنا كل القوة بتاعتنا ان شاء الله كلها موجودة النهاردة وهنتفرج على مطشة حلوة جدا منها ربنا يحفظ الجميع وجلنا خبر من أرض الملعب برضو كابتن انه لعب نادي الزمالك أحمد يوسف عفيفي أحد اللاعبين في القيمة للأسف تعرض في التواقف الكاحل أثناء التسخين ألف سلام عليه ان شاء الله تبقى بسيطة ولكن الجهاز الفني استبعده ودخل عبد الرحمن الشحات مكانه في القيمة نتمنى طبعا السلامة لكل اللاعبين أعزائي المشاهدين خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل تغطياتنا المستمرة للقاء القمة الأهلي والزمالك ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد وتستمر تغطياتنا المستمرة لمباراة الأهلي والزمالك للكرة الطائرة وبفقرة حضراتكم المباراة الأولى في الذهاب انتهت 3-0 صالح نادي الأهلي على صالح عبد الرحمن فوزي بمقر نادي الزمالك في 100 أقبع المباراة ستنطلق يعني يمكن خلاص 7 أو 8 دقائق وتنطلق المباراة يمكن فيه موضوع مهم جدا محتاجين نذكر حضراتكم به قبل هذا الدور كان فيه دوري المرتبط اللي كان الأول مرة يطبق كان يعني زي ما بيقوله بروتوتيب أو يعني زي ما بيقوله كان أول سنة تجربية يطبق فيه نزام المرتبط اتحاد الكرة الطائرة أخذ وأكيد من اتحاد اليد والسلة كان الفريق المرتبط هذا الموسم فاز بالعلامة الكاملة هو فاز على الزمالك ذهابا وإيابا وكان طبعا مديره الفني كابتن ناشئة يمكن حتى مكسبكو ده يا كابتن ناشئة ادى للفريق الأول 7 بنت في مشواره صحيح؟ تمام تمام كلمني عن البطولة يا كابتن وكلمني عن المرشاة وأصعب مرشاة كانت إيه؟ الموضوع كدفع من الاتحاد الاهتمام بالسن دوت وتقويمه لأن المرحلة دي عمتا بتبقى فجميع الأندية بيركزوا في الكبار فهما عملوا مرتبط دوت عشان الناس تهتمي بالمرحلة السنية دي فإحنا ربنا كرمنا دخلنا المرتبط دوت وكسبنا جميع مطشاطنا الحمد لله 3 صف مع هذا مطش بيتروجيت تقريبا تاخد مننا جيم جيم واحد بس ولكن كل العلامة الكاملة كله 3 صف الحمد لله الزمالك 3 صف بيتروجيت 3 صف اسكندرية سموحة كله 3 صف يعني نتطمن على مستقبل كرة تقريف نادي الأهل بشكل كبير إن شاء الله يعني هما كانوا تحت 16 خاتت 15 15 الاختائرة بتنشيع عادة فردي 15 17 19 الثلة 16 18 عشين كل اتحاد اليد ماشي زوجي أيضا بالزبط فأنتو كان عندوك 15 17 19 إحنا عندنا الحمد لله سواء في التلت مراحل الدنيا تمام الحمد لله الحمد لله إحنا ربنا كرمنا برضو إحنا تحت طف شايف تجربة نجحة يعني 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 أنت شايف الاتحاد يقررها تاني آه يريد يريد تستمر مش ما هو تبقى فترة وخلاص لا يريد تستمر فيه اهتمام للناشئين اللي طالعين فيه تجهيزات تانية خالص غير الدوري فالتركيز عليهم بيبقى عالي كابتن جمعة كان بيبقى معنا في التمارين كابتن ميدو كان بيتابعنا إن كل ده هل يعني ممكن يكون التحكيم وتوفيقه مهم جدا النهاردة في مباراة زي كده والله أنا مش بحب أتكلم على التحكيم لأن المفروض إن الحكم الماتش ده راجل فير مالوش دعوة مين مين اللي هيلعب إذا كان أهلي أو زمالك أو أي فرقة تانية هو اللي بيشوفه بيحكم به فلو قلنا عن التحكيم لا أنا أتمنى طبعا إن التحكيم يكون مستوى عالي جدا لأن الماتش أصلا مستوى علي نعم وإذا ما شايفين هؤلاء أقطات طبعا عضاء مجلس دارة النادي الأهلي أيها أشكرك أشكرك عضاء مجلس دارة النادي الأهلي موجودة في المأسورة موجود معالي الوزير العمري فاروق كابتن خالد مرتاجي الأستاذ محمد الضماطي الأستاذ محمد الجرحي كابتن خالد العود مدير النشاط الرياضي مجلس الإدارة موجود طبعا أغلبه أو أغلب أعضاء مجلس دارة موجود بيأزروا الفريق طبعا كابتن خالد أمر رئيس اتحاد الكرة الطائرة يعني كل الناس موجودة الحقيقة بتساند الفريق خلينا أقول لكم طعم التحكيم اللي النهاردة هيدير المباراة كابتن محمد منير حكم أول كابتن تغريد الخطاب وخالد نصر وأحمد محمد دروا باقي التحكيم اللي هيكون النهاردة الخطوط حكام الخطوط إبراهيم سابت أحمد علاء وأحمد وسام دول أحمد حسين دول دول يعني طعم التحكيم الخطوط النهاردة إن شاء الله أنا تمنى طبعا أكيد التوفيق لكل المنظومة لكل من منظومة التحكيم لأن المباراة هيبقى فيها فنيات عالية وتحتاج طبعا تركيز كبير من الحكام خلاص لحظات وتمطلق المباراة خلينا نطير لصالة الأمير عبدالله الفصل بمقر نادي نادي القليب الجزيرة لكل أحداث مباراة الكرة